الزربية أو السجاد أحد رموز الهوية التونسية وتتنوع هذه المفروشات الأصيلة في البلاد فنجد بالإضافة إلى الزربية المرقوم أو الكليم الزربية تونسية معناها في العالم كل ومش نقول لك مناها من أكثر لها من أكبر أو أكثر لحواجلة السهل كتد عاملة وتخدم يد عاملة في صناعة قليدية كل ما الزربية فنجد بالإضافة إلى الزربية مش بتخدم بابوك أمك أخوك عامك تخدم حومك أمني تخدم منها عارش يخدم زربية ما يخدم مش واحد زربية واحده ما وصناعة السجاد أحد الحرف القديمة المنتشرة في كل مناطق البلاد وما زالت تتوارثها الأجيال ما عندها عشرين سنين تخدم من اللي كانت صغيرة عمرها أربع عشرين سنين مشتتتعلم في الاختزانة وبعد خرجت عملت مشروع واحد عمينا عندي ثلاثة سنين لمريتتعلم تنخدم بعناية يتفحص هذا العارض سجاده مدركا قيمته كزربية قيروانية أصيلة الاختلاف في أنت في السلعة وفي الخدمة في الغرزة نحن نقول فانت يąć الغرزة الغرزة للحرير المنتح 50 على 50 تف نتصور Brock 30 ألف عقد 90 ألف أخذ الغرزة متاحة هذه ويمثل معرض الزربية أبرز التظاهرات التي تحتفي بهذا التراث المادي وتعزز فرص ترويجه نظرا لأهميته هذا معرض ما يلزمش واحد يتغافل عليه على خاطر فما تطور كبير في الصناعات التقليدية أنا مقتنع في هذا في السنوات الأخيرة وصديقتي اللي هي جامعية كنا نحكيه على الموضوع وقلنا السبب في التطور هذا هي قالت السبب في التطور هذا وجود مدارس مختصة في الديزاين في الصناعات التقليدية في الأشياء هذه اللي عندها أثر مباشر على الصناعات التقليدية وفي زمن متسارع يدرك التونسيون قيمة الزربية كأحد أبرز روافد الصناعات التقليدية والتي تساهم بنسبة 6% من الناتج المحلي اشتركوا في القناة